اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد انتهينا في درسنا السابق من كون سورة الحمد مكية مدنية على الرأي المختار وذكرنا أنه هناك ضابطة يميز بها المفسرون الآية المدنية كما أن هناك ضابطة يميز بها المفسرون الآية المكية الضابطتان تنطبخ على سورة الفاتحة هذه نقطة مهمة جدا فسورة الفاتحة تضم التوحيد تضم النبوة تضم أصول الدين تضم الولاية تضم البراءة كما أنها تضم العبادة وتضم النظم الدينية والشرائع فهي من الجهتين منطبقة يعني فيها صفات المكية كما أن فيها صفات المدنية يبقى الكلام وهذا الفصل جدا مهم وتقليدي ولكن فيه روايات جدا مهمة عن أهل البيت عليهم السلام في خواص وفضل سورة الفاتحة طبعا بما أن سورة الفاتحة ذكرنا اتعادل القرآن كله وفيها صفات المدنية وفيها صفات المكية فهي واسعة الدلائل وكثيرة الفضل وعظيمة المنزلة جدا فهي إذن تعالج المسائل الدينية والشرعية كافة يندرج تحتها منظومة الدين عبادات عقائد وكذلك تعالج المنظومة العقلية بالاستدلالات التي تنطوي عليها إشارات الفاتحة كما أنها تعالج المنظومة الغيبية وهذه رح نقف عندها وقفة ربما تطول اليوم أنا كنت أراجع أبعاد سورة الفاتحة وإين يمكن أن نصل فشفت أن المواضيع اللي تندرج يعني إذا لو كانت الدروس تاخذ ساعة نحتاج أكثر من شهر أو شهرين فكل إيش رح يصير الموضوع مختصر يعني مجرد إشارات لكن هناك أشياء مهمة ينبغي أن نجعلها بالمقدمة ونشير إليها في خصوصية سورة الفاتحة كذلك تعالج المنظومة الروحية والنفسية للإنسان لأن القرآن كما تعلمون شفاء فرح انمر في خصائص وفضل سورة الفاتحة أنها شفاء من كل داء وأن الأئمة عليهم السلام كانوا يتشافون بها ويأمرون شيعتهم بالتداوي والتشافي بها لأن إحنا عندنا اللي وارد هذه الملاحظة جداً مهمة الوارد في الشفاء والعلاج الدعاء زائداً الدواء أو الدواء زائداً العلاج ما ينفكون عن بعض الذكر والدواء أو الدعاء والدواء مثلاً إذا وصف الإمام عشبة غالباً معها دعاء زين والفاتحة غالباً تكون مصاحبة لوصفات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله تبارك وتعالى قال لي يا محمد ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب وجعلها بإزاء القرآن العظيم وأن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش طبعاً إحنا راح نمر بروايات اللي أوردها صاحب كتاب تفسير البصائر وصاحب كتاب البرهان في تفسير القرآن السيد هاشم البحراني قد واحد يقول لي شنو في هذه الرواية يعني مثل هذه الرواية الرواية الأولى التي يوردها صاحب البصائر عن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في معاني الأخبار بإسناده عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله شوي تأمل فيها الحديث من علي ربي وقال لي يا محمد صلى الله عليه أرسلتك إلى كل أحمر وأسود يعني إلى الناس كافة ونصرتك بالرعب وأحللت لك الغنيمة الآن هذه كلها في مقام الامتنان الله يقول للنبي صلى الله عليه وآله أنا أعطيتك أنا فضلتك أنا قدمتك بهذه الأمور وأحللت لك الغنيمة وأعطيت لك ولأمتك كنزا من كنوز عرشي كنزا نتأمل في هذا التعبير حتى إحنا يجب أن نعرف بماذا نتعبد ماذا نقرأ شنو منزلت النص الذي يعادل القرآن كله بل هو من كنوز عرشي يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله كنزا من كنوز عرشي اللي هو فاتحة الكتاب وخاتمة سورة البقرة الفاتحة مع خاتمة سورة البقرة من كنوز العرش زين الآن قبل أن نروح للحديث الثاني نثير تساؤل أولا شنو العرش احنا دائما نتكلم العرش والكرسي ما هو العرش العرش مو حيز مكاني يعني ليس بعرش مثل ما يتصوره العقل السادج بأنه كرسي لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء احنا لا مجسمة ولا مشبهة ولا عندنا في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ما يوحي هذا الإحاء من قريب أو بعيد فالعرش نقدر نعتبره بناء على النصوص خليك وياي التفت لها جيدا هذه لأن هذه المفردة تتكرر معانا العرش نقدر نعتبره مركز إدارة الكون والوجود كله العرش هو المركز الذي من خلاله يدار الكون ويدار الوجود وليس هو مكان محسوس ملموس عرش تعبير يقرب به الله سبحانه وتعالى ذلك الوجود الذي خلقه يقول علي أمير المؤمنين سلام الله عليه في تعريف العرش يقول شيء محدود مخلوق مدبر وربك عز وجل مالكه لا أنه عليه يشرح الإمام أمير المؤمنين لما يقول مثلا الله يقول واستوى على العرش شنو يعني استوى على العرش هل جلس عليه لا طبعا لا أنه عليه لكون الشيء على الشيء ليس لأن الله سبحانه وتعالى جل وعلا علوا عن ذلك أن يكون جلس عليه لا أنه عليه لكون الشيء على الشيء وأمر الملائكة بحمله منهم يحملون العرش بما أقدرهم عليه زين هذا الآن كلام أمير المؤمنين عليه السلام يقرب لنا شنو معنى العرش الصادق عليه السلام يقول في تفسير رب العرش العظيم يقول في تفسير العرش العظيم الملك العظيم إذن العرش في التفسير يوازي شنو الملك العظيم والرحمن على العرش استوى لازلنا فيه كلمات الإمام الصادق عليه السلام يقول عليه السلام على الملك احتوى إذن إحنا لما نتكلم عن العرش فإحنا نتكلم عن مركز القرار في الكون كله في الوجود كله زين هذا المركز العظيم من الله الجبار المتعالي فيه كنوز الآن إحنا شلون نقرب هذا الموضوع نفهم فيه مخبآت كنوز إحدى هذه الكنوز الكونية العظيمة سورة الفاتح وأواخر سورة البقرة هذه الروايات تبين لنا جلالة هذا النص حتى ممكن أننا نستوعب وتقرب لنا سائر الخواص اللي راح تجي الآن مثلا الرواية الثانية في تفسير العياشي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله طبعا أقول هذه الروايات مقدمة قبل الدخول بالتفسير قبل الدخول في تفصيل من البسملة والحمد لله إلى آخره فضل السورة يمكن أن نبقى فيها كم يوم لأن أشوف الروايات مهمة جدا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجابر بن عبد الله يا جابر ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه هذا يعني نص صريح النبي يبين بأنه أفضل سورة كثير أنت مر عليك في فضل الآيات والسور هو واضح الله سبحانه وتعالى لما يخلي سورة معينة بهذا الحجم بهذه المفردات المضغوطة ونكررها عشر مرات واضح أن الميزة والخصوصية فيها هائلة يعني يلفت نظرنا إلى ميزة هائلة في سورة الفاتحة ليست في سائر السور على قصارها على اختصارها ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه قال فقال جابر بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله علمنيها قال فعلمه الحمد لله أم الكتاب قلنا احنا لما تكلمنا عن أسماء سورة الفاتحة قلنا الأم هو الأصل الأم أصل الشيء لهذا ما دام إحنا نقدر نرجع القرآن كله إلى الفاتحة فالفاتحة أصل ترجع إليه المعاني والآيات والملاحم والمنظومات الموجودة في القرآن كلها تندرج تحت عنوين الفاتحة فعلمه الحمد لله أم الكتاب قال ثم قال له يعني النبي صلى الله عليه وآله يا جابر ألا أخبرك عنها يعني أزيدك شيء من فضلها مو فقط هي أفضل آيات الله وأفضل سورة في القرآن لا يقول له أزيدك شيء مهم تستقبل هذا الشيء الكبير فعلا ترى يحتاج لصدر نقي وصدر نظيف باصطلاحنا حتى يستوعب ما سيقوله النبي صلى الله عليه وآله قال بلى بأبي أنت وأمي فأخبرني قال هي شفاء من كل داء الآن قاعد يتكلم من المعنى الغيبي والمعنوي إلى المعنى العضوي وإن كان الشفاء أيضا يصطلح حول القلب والقلب باطني النفس الروح لكن النبي قال كلمة قرينة على أنه يتحدث عن الموضوع العضوي أعضائنا يعني الشفاء اللي إحنا نفهمه في حياتنا هي شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت فالفاتحة رح نوقف على هالموضوع شلون يعني هي شفاء وليش إحنا ما نتداوى بها وليش يعني تؤثر عند البعض ولا تؤثر عند البعض الآخر هذا الموضوع رح يجينا في ضمن السياق سياق خواص سورة الفاتحة زين فيقول النبي صلى الله عليه وآله هي شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت هذا الموت أي موت الموت الحتمي الموت الحتمي وكأن للإنسان بس أشرح هذه وأختم وكأن للإنسان أجلان شوف شي يقول القرآن يشير إلى هذين الأجلين هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا زين وأجل مسمى عنده إذن أكو أجلين أجل قابل للمحو والإثبات فهذا تعمل فيه سورة الفاتحة ممكن واحد مكتوب عليه أنه يموت فيحيى بالفاتحة مثل البداء اللي يأثر فيه صلة الرحم وقطع الرحم وفيها رواية صريحة يعني مثلا واحد مكتوب ليعيش بعد ثلاث سنين فيصل رحم فالله سبحانه وتعالى يكتب له ثلاثين سنة والعكس واحد مكتوب له ثلاثين سنة فيقطع رحم فالله سبحانه وتعالى ينزل ها إلى ثلاث سنين إذن هناك أجلين أجل محتوم ما يتغير في علم الله سبحانه وتعالى هذا اللي ما يتغير وهناك أجل مخروم هذا الأجل تغيره وتؤثر فيه قراءة سورة الفاتحة والاستشفاء والاستدواء بسورة الفاتحة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفهم كتابه العزيز وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار